بحكم ما عرفت فيك شابعان ضيم من وراء السياسة أو وصلت للعدام من وراء السياسة فبمعنى التعامل مع الخطابات بالنسبة لك يحتاج إلى تفكيك يعني أنا ما أفهم بكل الزيارات المكوكية لبلينكين وكذلك المشؤولين الكبار الأمريكان يؤكدون على نقطة الهدنة الإنسانية وليس على وقت اطلاق النار يعني بمعنى هم يريدوا أن يلعبوا على وتر الهدنة الإنسانية وأخذ الرهائن وبعدين يهجمون الدار عالمين فيها ما سمعت وقف لإطلاق النار يتردد مصطلح الهدنة الإنسانية نعم صحيح كل ما تردد لحد الآن هو الهدنة الإنسانية من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالذات لكن وحتى من دول الغرب الأخرى فرنسا أيضا أعلنت اليوم أعتقد ماكرون أعلن أن الهدنة الإنسانية أصبحت ملحة جدا بالوقت الحالي الهدنة الإنسانية ربما ربما نأخذ الأمور باتجاه التفاؤل ربما قصدهم أن الهدنة الإنسانية قد تمتد إلى فترة أطول وقد تفتح الأبواب إذا صار تبادل للرهائن والأسرة قد تفتح الأبواب أمام وقف إطلاق النار أيضا على الدول المنطقة الدول الإقليمية المقاومة الإسلامية وفصائلها المتعددة يفترض الكل يعمل على وقف إطلاق النار لأن وقف إطلاق النار لهذا الحد هو يعتبر أيضا نصر لغزة ولما قامت به من فعاليات حتى لو كان هذا النصر مضرج بالدماء البريئة والدماء للأطفال والنساء لكن هذا الاحتلال وهذا هو التحدي وهذه المقاومة يا سيد سبحان المقاومة حسب الظروف الموضوعية التي تعيشها أنت قلت لي أنت قديم بالسياسة وفعلا شفنا الكثير وشفنا عندما كنا في ززانات الأعدام المقاومة تختصر إلى المقاومة في الصدور أنت تقاوم في صدرك فقط وأنت أمام المشنقة وأمام لحظة أعدام ما تدري بأي لحظة تجي فمقاومتك حتى تبقى صامد حتى تبقى ثابت هي في صدرك فكذلك الأخوة بالمقاومة الإسلامية وهم مجاهدون ويعرفون ذلك بالتأكيد المقاومة ترتبط بظروف الموضوعية والظروف الذاتية حتى إن كانت الظروف الذاتية متوفرة فالظروف الموضوعية هي الأهم وهي التي تلعب دور أكبر في مدى نجاح هذه الفعالية أو تلوك ترجمة نانسي قنقر